السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم. معي في قناة معيكم ميشا ما. النهاردة ان شاء الله عندنا من منهج منهج التكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقرر على صف الرابع الابتدائي. منهج مقرر على المدارس الرسمية لغات او المدارس التجريبي لغات. وكمان المدارس الخاص. اوكي كنا تطرقنا قبل كده في درس من الدروس. اللي فاتت عن التواصل المتزامن والغير متزامن. النهاردة هنعرف امتى نستخدم وامتى نستخدم وامتى مميزات كل منهما. اوكي بيقول لنا الانترنت allows us to communicate instantiously. الانترنت allows us to سمح لنا ان احنا تسمح لنا شبكة الانترنت بالتواصل بشكل متزامن. الانترنت allows us to communicate instantiously. we can have conversation with people who live far away. we can have conversation. يمكننا اجراء محادثات with people مع الاشخاص who live far away اللي هما عايشين بعيد عننا. but انستانيس communication او التواصل المتزامن او الاتصال المتزامن is not always a good thing. هو مش دايما حاجة كويسة. sometimes we have to give ourselves or others enough time. في بعض الاوقات او احيانا لازم ندي نفسنا او ندي الاخرين وقت وقت الايه. to think about the information. ان هما يفكروا في المعلومات. we have sent. اللي احنا بعتناها لهم. our questions في اسئلتنا or their answers او في اجابتهم. اوكي? يبقى sometimes we have to give. we have to give ourselves or others enough time to think about the information. we have sent our questions or their answers. احيانا علينا ان نسمح لانفسنا وكمان للناس ان احنا بنتواصل معهم لازم نديهم اه وقت كافي للتفكير في المعلومة اللي احنا بعتناها لهم او للتفكير في الاسئلة اللي احنا بنسألها لهم او ان هما يفكروا في اجابة. it's important to know. من المهم ان انت تعرف when to use each type of communication. از امتى تستخدم كل نوع من انواع التواصل. سواء او 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 تعالوا نعرف او الاتصال المتزامن او مناسب في المواقف اللي جاية دي او النقط اللي جاية دي اللي احنا المفروض نستخدم فيها synchronized communication. number one between friends or close family members. between friends بين الاصدقاء or close family members او افراد الاسرة المقربين. when the information is urgent or needs to be transmitted quickly. when the information is urgent. urgent يعني طارقة لما تبقى المعلومة طارقة او ملحة. or needs to be transmitted. او بحاجة انها transmitted quickly. انها تتنقل بسرعة. في الحالة دي هنستخدم synchronized communication. number three when the information is about day to day matters. when the information لما المعلومات بتكون عن day to day matters يعني الحياة اليومية. عن مسائل الحياة اليومية. في الحالة دي هنستخدم synchronized communication. when the answer doesn't require much thought and preparations. when the answer doesn't require. لما الاجابة لا تحتاج much thought and preparation. الى كثير من التفكير او التحضير. اوكي. يبقى امتى بنستخدم synchronized communication? synchronized communication is suitable between friends or close family members. بين الاصدقاء وافراد الاسرى المقربين. when the information is urgent. or needs to be transmitted quickly. او عندما تكون المعلومات ملحة او بحاجة الى ان تنقل بسرعة. when the information is about day to day matter. عندما تكون المعلومات حول مسائل الحياة اليومية. when the answer doesn't require much thought and preparation. عندما لا تحتاج الاجابة الى الكثير من التفكير او التحضير. ساعتها هستخدم synchronized communication. طيب. طيب. طيب نروح لتاني نوع اللي هو as synchronized communication. الاتصال الغير متزامن. طيب. بيبقى مناسب في المواقف اللي جايزي او في الحالات الاتية. between people who don't know each other well. between people who don't know each other well. لما يبقى الاشخاص ما يعرفوش بعضهم كويس. يعني ما يبقى فيه اتنين معرفة بينهم سطحية او former. ساعتها باستخدم الasynchronous communication. when the information is important but not urgent. لما المعلومة تبقى important مهمة but not urgent ولكن غير ملحة. طيب. when the information is about sensitive or complex topics. لما المعلومة تبقى عن sensitive يعني حساسة or complex او معقدة. عن مواضيع معقدة او حساسة. when the information is about sensitive or complex topics. when the answer needs to be thought of and prepared. لما الاجابة بتحتاج لتفكير وتحضير. يبقى between people who don't know each other well. بين الاشخاص الذين لا يعرفون بعضهم جيدا هستخدم الasynchronous communication. when the information is important but not urgent. عندما تكون المعلومات مهمة لكن غير ملحة هستخدم الasynchronous communication. when the information is about sensitive or complex topics. عندما تدور المعلومات حول موضوعات حساسة او معقدة هستخدم الasynchronous communication. when the answer needs to be thought of and prepared. عندما تحتاج الاجابة الى التفكير والتحضير. ساعتها هستخدم الasynchronous communication. طيب اولينا remember that. تذكر جيدا. online learning environments include synchronous and asynchronous means of communication. ان بيقات التعلم عبر الانترنت includes النوعين. الاسynchronous المتزامن. الاتصال المتزامن والاتصال غير المتزامن. choose the right means for each situation. اختار الاداة المناسبة لكل موقف. اوكي. يبقى عايزين برضو عايزة افكركم ان تساوي في الاجابة في الامتحان دايما بيقولك هو هو اوكي. كده عرفنا بنستخدم والاسynchronous ايه هي المواقف المناسبة لاستخدامهم. تعالوا ناخد على لما المعلومة تكون ملحة او طريقة من المفضل ان احنا نستخدم اي نوع من الكمميكيشن. سينكروناس. اكسلنت يبقى. انسر بي. two communication is suitable between people who don't know each other well. ما يعرفوش بعض كويس. حيستخدموا ايه يبقى من انواع الكمميكيشن. السينكروناس. كمميكيشن. اكسلنت. يبقى انسر بي. number three. online learning environment. include. نوع كمميكيشن. الانلاين learning environment. بيقى التعلم عبر الانترنت. بتشمل. سينكروناس كمميكيشن ولا السينكروناس كمميكيشن. الاثنين. سينكروناس and السينكروناس. يبقى هنختار انسر c عشان فيها a and b. type number four. if you make a video to share. you can edit out your verbal mistakes by نوعات communication. او انت بتعمل فيديو. make a video. بستصنع فيديو او بتعد فيديو عشان تشاركه مع الاخرين. you can edit. انت تستطيع ان تصلح your verbal mistake. لهي مشكلات النطق. باي. ايه من انواع الكمميكيشن? او ايه موقف من المواقف اللي جاية دي? يعتبر سيملتانيوس. هو شايفين? ده وقال جا في الامتحان قبل كده. ما قالش. قال سيملتانيوس. for سيملتانيوس كميونيكيشن. ايه موقف? من سيتويشنز دول. طيب سيتويشن ايه بيقول لنا? كونتاكتنج كونتاكتنج ذا بوليس. اللي هو الاتصال بالبوليس او بالشرطة. عشان نبلغ عن حدسة سرقة. يعني حدسة سرقة. في الحالة هنستخدم ايه? سيملتانيوس كميونيكيشن? اكيد طبعا لان ده اتحاجة ارجنت. لازم 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 تتنقل بسرعة. فاكيد الاجابة الصحيحة تبقى كونتاكتنج ذا بوليس ريبورت ان انسيدنت اوف سيف. طيب في نمبر فايف تعالوا نشوف كده الاجابتين التانيين. احنا عرفنا ان الاجابة الصحيحة هي ايه? تعالوا نشوف بيه بيقول لنا ايه? بيقول لنا او يا ترى ان انا اكلم صديقي علشان احصل على المعلومات على الرحلة اللي هي في نهاية العام دي تحتاج ان انا يبقى عندي او اه اتصال متزامن? اكيد لا ادي حاجة مش ارجنت. طيب نمبر سي كمان بيقول لنا ان انت هتكلم زميلك في الفاصل. هتكلم زميلك في الفلاس عشان تقوله النهاردة ميه شايماء في درس الاي سي تي اه اتكلمنا عن يا ترى ده هيحتاج مننا ان احنا نعمل اتزال متزامن. اكيد الاجابة المناسبة او الصح هي ان احنا يبقى في حاجة او يعني تحتاج ان احنا ننقلها بسرعة زي الابلاغ او اتصال بالبوليس علشان في حدسة سرقة. يبقى نمبر فايف اللي يجابة الصحيحة انصر اي? كونتاكتين زا بوليس تو ريبورد ان انسيدينت اوف ثيفت. اوكي طب نمبر سيكس بيقول لنا برضو ده سؤال في الامتحان خلاص احنا بقينا شطرين وعارفين ان يعني مناسب ليه موقف من التلاتة دول بين اه ناس ما يعرفوش بعض بين الاصدقاء وافراد العائلة اه مع شخص سألك سؤال بيحتاج ان انت تفكر. اكيد طبعا انصر بي اللي هي بتوين فرينز او فاميلي ميمبر سميلتانيس كمميليكيشن او اسينكروناس كمميليكيشن ببقى بتوين فرينز او كلاوز فاميلي ميمبرز. طيب نمبر سيفن. واذ? ليرنينج. اللي هما المشتركين. المشتركين. المشتركين يستطيعوا ان يستقبلوا يعني عاجل. رأي اه او الاراء عاجلا. في نوع من انواع التواصل المشتركين هيحصلوا على رد سريع. او انطباع سريع. عاجل. طول ما هو عاجل يبقى ده ايه? يبقى التعلم المتزامن. هيبقى الموضوع اه فيه رد سريع. اي حاجة فيها او فيدباك سريع. يبقى ده متزامن. طيب نمبر ايت كميليكيشن. اه بيديك يوم بيسمح لك بمور تايم بوقت اطول علشان تجمع معلومات. ومصادر. وكمان قراء. بيسمح لك ان انت تجمع قراء براحتك تترجع لمصادر براحتك. فبيدي لك وقت. اي حاجة هتدي لك وقت هتبقى كده خلصنا بتاعتنا. يارب يكون الشارح واضح. لو في اي اسئلة اكتبولي ده في الكومنتز او توصلوا معي على الاكاونت الشخصي بتاعي. لينك الاكاونت في في اول حاجة محطوطة عندك في صندوق الوصف هو رابط الاكاونت شخصي بتاعي على الفيسبوك. وكمان لينك الدروس السابقة. عندنا قبل ان شاء الله هيبقى تست على السيم كله او على المحور التالت كله. ووصلنا نكون خلصنا او المحور التالت. هناخد ان شاء الله هيبقى عبارة عن تست على اللي فاتوا. لو في اي اسئلة اكتبولي ده في الكومنتز. كنت معيكم انا ميشايماء. من فضلكم من فضلكم ادعمونا بلايك ودعمونا بشير. واعرفوا الناس على قناتنا وعايزين اللي اكبر قدر من الناس تستفيد بشرح مادة الاي سي تي للصف الرابع اللي ابتدائي. كنت معيكم انا ميشايماء جود لك للجميع وكود باي.